انتو في الاستاذ مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في برحب بكل حضراتكم الجديد في الاستاذ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وضيفي نهاردة كابتن تامر النحاس واحد من اهم وقلاء اللاعبين في مصر كابتن تامر برحب بيك وسعيد بوجودك معي ربي اللي يا كريم ده دايما اللي بسعد وانا معكم حبيبي شرف يعني خليك. تعال ا انا عندسة سانة. حال. يعني بتديد كرة وانت عندك تسانير سانة. انا عندي تسانرت عشر. بعد ما دخلت عندسة. حال. دخلت عندسة واعدادي عندسة خلصتها والا اولى هندسة لعبت السنة Lucquia دي فترة اللي كان فيها بقى ناس كبيرة ناس آآ كابتن طرق يحيى وكابتن عيمان ليس وكذا. لسه جوم. ما كانوش لسه جوم. بس كان معنا ناس اصلا يعني مميزين شوية بس كان جوم مجتمع. ماشي. ولهم ش علاقة بشي. كان معنا جون عمر ابن عبدالحكيم عمر. اه. كان الجوم بتاعنا. ماشي. كان معنا ناس كتيرة في معتاز السعيد اخو عمر السعيد. اه. اللي هو رئيس. كان معنا يعني ناس كتيرة بقى يحش انا ابدأ في في الميديا كان معنا حاجات ناس كتيرة كده في الاتجاه ده. اه. وبقى نلعبت معهم سنة واحدة وبعدين الاهل اشتروني. حال. روحت بقى الاهلي. سنتين ناشئين. في مع معت انه الاهلي اه بيطلع من القطاع ناشئين كتير في الفترة دي. اه كان الجيل بتاع اللي هو وليد صلاح الدين. ايوة. ادي خشبة. ادي خشبة. عبدالعفتاح احمد ايوب. اه. طرق السليمان ده كان الجيل بتاعي. ماشي. عدت سنتين وبعدين انا الفرق معي شوية من الكابتل عبد صلاح الوحشي ماشي. ماشي. وكان مقتنع بيها جدا. ايه. وجي صالح سليم. عملوا بقى زي صورة كده ومشوه. ماشي. كما النتائج بوضت شوية ايام ما اكل افرت. اه. وجي صالح. ده كان سبب مشياني. انا لما كنت شامشي. ماشي. مشيت رحت المنصورة. ماشي. اول سنة بقى. كانت تعلق هناك وتعرفت هناك. اه المنصورة دي كنت في بكايوس هندسة. ماشي. انا عمري ما سقطت الحمد لله. بس ازاي هندسة معكور? كنت منظم حياتي. كانت صعبة برضو. جدا. اه. بس كنت منظم حياتي بين الحضور تقريبا شوية. ماشي. احضر التمرين وذاكر. ماشي. كانش عندي اي حاجة تاني يعملها. اه. فالحمد لله. بكايوس ده المنصورة خلصتها وعملت فيها اداء كويس. وكان الله يرحمه كابتن كمال عثمان. كان ليه دور كبير جد. ماشي. معايا. كان يقبل ان انا اغيب اسبوع واجلع بالمطر. اه. كانت غريبة جدا يعني. بس عشان مقتنع بالقدرة. اه. اه. وكان دايما نقول اخلي يبتدي وما يتعب في الديئة سبعين دي ما طلعه وبدل ما نزله ويتعب بخسرت تغير. اه. ماشي. كان ليه فلسافة يعني. وبعدين السنة دي عملت البوس المكاس جدا. الزمالك اشتروني بمئة الف جنيه. اه. بك انا رقمه. مئة الف جنيه خمسة سنة دي كانت سنة. قبل فريق الاحلام الكلام ده. السنة اللي قبله على طلب. اه. كان مسكنا اه مدر ابن مساوي. كان كان كويس جدا وكان معكة عموس عاد بس ما حصلش توفيق وخسرنا في النهائي من التراجي التونسي. اه. تلاتة واحد بالهادي مرخيص الله يرحمه لما جاب جون باكورد كده. اه. وخسرنا بقى كل البطولات يعني خدنا بطولة واحدة في السنة دي كانت بطولة المحلة. كانت بطولة وبعدين رحت المقاولين. اه. لعبت سنتين في المقاولين خدت معهم كاس افريقيا. ايوه. 96 بزدد. دي كان جيل محترم بقى علي عشور ومحمد عودة ويعني كان عب سطار صبري كان حاجة قوية جدا. اه. وخدنا تاني دوري. اه. كانت سنة يعني قوية. وبعدين رحت المصري. اه. عطي تلات سنين في المصري خدنا كاس مصر بقى. تمانية وتسعين. كسبنا المقاولين اربعة تلاتة. بالزبط كده. اه. من المقاولين. ده مع مع كروجر اه? مع كروجر. واللتنين مع كروجر. اه بالزبط. اه. اه. الاتنين كده اه. اه. وبعدين الفين بقى صبت جامت فرجلي وبطلت بقى. بطلت سنة الفين كعاننا. الفين. تمانية وعشرين سنة. تمانية وعشرين سنة. يعني انا بتلات تسعة عشر. اه. بس البداية متأخرة. جدا اه. ليه? يعني ليه بتلاتش بقى اه. لا لا كنت برك اختبارات ويمشوني. والله? والله? والله. ومشي وكانت الدراسة بقى سنة. خدتني ان انا كفى سلاميا عم. قلت لا اهوقف عشان اه. كان يعني والدي كان قال انا عايزك تخش هندسة. بسيبك مكورة. وسمعت الكلام. فربنا كرامني. يعني. عملت اللي اتنين بك. عملت لو اعايزه. وربنا اداني اللي انا عايز. فدي كانت ميزة بصراحة. طب بطلت تمانية وعشرين ده اللي هو لسه. انا لسه صغير ولسه عايزة كمل شوية كورة. تمانية فالخارجي يعني التأم الواحد الداخلي والصليبي مع بعض كانت صعبة جد. فكان صعب انك. فالفين. عملت اربع عمليات. وكان ممكن دلوقتي الوضع يختلف مع التكنولوجيا والتاكرة ممكن شوية. ممكن طبعا. هو كان زمان بيعملوا الاول الداخلي وبعدين يستنوا شوية وبعدين يعملوا الصليبي. الوقتي بيعملوا الاتنين مع بعض. اه اه. يعني فيه لعيبة بدون ذكر اسمها مجالها الاتنين يتعملوا مع بعض. اوكي. بسبب انا كان لجي لي انكر رجلي اقعد اسبوعين بعد اسبوع انزل. ماشي. واستحملوا. فالاسوات الطويلة بالنسبة لي كانت صعبة. اه. عدت سنتين تلاتة عمل عمليات وحاول ارجع ما قدرتش بقى. اه. فروحت اخر عملية بقى الرابعة دي وتصبت بعدها وكان عندي امل وكده رحت الله يمسي والخير بقى واكرمه يعني لانه بصراحة يعني خدم الكرة المصرية دكتور رحمة العب عزيز. طبعا. كل اللي هي وعدتها. اه. هو اللي عمل لي كل العمليات. اه. حتى اول عملية انا دفعتها والعملية التانية كلها اروح لقوله مش هدفعنا. فتعمل عملية. هو الرجل كان كريم جدا يعني. اه جدا. الحمد لله. ورعدين قمت ايه? اه. رحت له بقى تاني قلت له نعمل عملية خمسة يا دكتور. فهو راح بقى ايه? قال لي يا ابني. يعني. خلاص بقى مناش لازمة بقى. اول ما قال لي كده وههمدني بصراحة. اه. فخلاص انت استسمت بقى. امتقعدت وبعدها بسنة بقيت وكيل اللاعيبة بقى. فالفين واربعة. دخلت ازاي بقى فكرة وكيل اللاعيبة دي? وكيل اللاعيبة دي كانت بقدر ربنا كده لها صديقة ناس مصلاح السلام. هو وكيل. اه. رجل محترم جدا. اللاعي بكوربسك العيد سهاج وفي كذا نادي كده. وهو صاحبي يعني. حال. فكان في قصة كده اللاعي باسم محمد فهيم في المقاولين. ماشي. كان بسافر برة من الشمس وهيرجع على المقاولين فانا بصفتي كنت اكسم قاولين يعني فهو اصدني ان انا ساعده في الموضوع. هو كان بيشتغل زي اه منقول بس مش معتمد يعني. اوكي. المهم عشان ما طولش دخلنا في الموضوع ده خسرنا تلاتين الف جنيه. ماشي. دفعنا فلوس عشان نحل الموضوع مامشيش مع اتحاد الكورة. حي. لم يطبق اتحاد الكورة اللوايح كالعادة. ماشي. يعني ماشي. يا احمد مجاهد جميل يعني واكتر واحد فاهم. مم. بس طبعا برضو بيبقى فيش سنة. مرتبطة بان انا رؤيتي للعدل انه يمشي. عالكون. امر زي كريم. الاهل زي سلايان. صحة جدا. لكن احنا عندنا خلاف شوية في الموضوع. بتفق معك. فلما حصل الموضوع ده فصلاح بقى قال لي بتعرف انجليزي قلت له طبعا. مم. يعني داسا يا ابني وانجليزي كويس جدا. مم. قال لي تم تزاكر وتبقى وكيل وكده. مم. طول يا ابني ما كانش فيه وقلة زمان يعني سماسها كده. اه شغلانة. يعني الوحيد اللي كان موجود زمان ومازال موجود ربنا دي له الصحة على راجل جميل او اسم ابو العنين. اه. ده كان سمسار ومازال موجود في الاسماعيلية. مم. ده كان الوحيد اللي كنا نشوفه كده بس ما كانش جيلنا كان احنا كنا نساعد بعض والاندية كانت تتفوض لوحدها يعني. اه. فدخلت الامتحان. مم. جبت تسعة وتمانين في المية. هل. نجح كان من سبعة وستين وبقت وكيل بقى. مم. معتمد بقى خلص. معتمد بقى من كان بيجي الامتحان من الفيفا ونمتحنه مش الوقت يعني. اه. اه. يجي الامتحن ويروح في ازرف مقفولة ويتبعت وكده. اوكي. وبقت من الفين واربعة بقى وكيل. وكيل معتمد. البداية بقى انت عايز تاخد لعيبة كويسة علشان تدخل السوق بقى بقوة. البداية كانت. لما كانتش كده. البداية كانت مختلفة شوية. هي الفكرة نفسها. اه. كان اللي موجودين قبلية كانوا اتنين. اه. واحد اتوفى الله يرحمه لكابتن جلال محمود. اه. وكان الله تديره الصحة كابتن مونير حاسي. اه. دول اللي كانوا بيتادوا بس كان فكرتهم كان كابتن مونير مطبط شوية بالعرب كان ياخد لعيبة طلحهم بحرين عمان اردن. اه. ماشي. وكان جلال محمود خد طريق السعيد طلعوا بالجيك. يعني كان فكرتهم ناخد اللعب نطلعه برا. اوكي. ما كانش فيه فكرة المدير الاعمال اللي اللي يبقى هو اللي يتولى امور اللعب. طيح. فدي كانت الفكرة بقى وكانت اه. دي بقى اللي كتا عايز تطبقها. اه. مش عايز ان انت مجرد بقى وصيد ما بيننا دين وخلاص. لا لا هي جات الفكرة بشكل مختلف كمان لزيز جدا يعني كان فيه فيلم لتوم كروز اسمه جوري ماجواير. اه طبع. الفيلم ده هي الفكرة دي اتفرج عليه هتلاقي فكرة. ماشي. اللي كان ساعتها بقى. اه. كان طالعا فشفته فجات الفكرة. غير ان انا وانا بلعب كنت انا بتفاوض لنفسي كويس. ماشي. عموما. وانا بتفاوض للاندية كنت اعود اتفاوض وحط شروطه وكده. ماشي. وكان اللي عيبة تيجي تسألني. اعمل ايه ده هيجددولي ايه. بس الناس كانت مستوعبة الكلام ده يعني بما انه حالة جديدة. ما كانتش فاهمين طبعا. اه 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 طبعا ما حدش فاهم. فلما دخلت كان لسه بقى ما كانش فيه الكلام ده فكنا بنمضي الناس ولي بتدي نفاهمهم كان اللي بيتعبني اكتر من الاندية. الاندية ما كانتش فاهمة ومتخيلة ان انت جاي بتضايقها اه. بتضايقنا ليه طب ما اللاعب بيجي وبيمضي وخلاص انت بتيجي تتفاوض لليتا انت عطلنا شروط دلعب يمضي على بعض ويمشي كانت الاندية عندها عائق بس ما كانش ده اللي تعبني. ميش? كان اللي تعبني اكتر المنتالة بتاعت اللعيبة. طبعا. انه يبقى فاهم ان مدام معك مدير اعمال ما تعملش حاجة لما حد يكلمك رجعلي. طبعا. فقعدنا كتير على ما. قد شوية حد ما تقنع اللعيب بالن ده الطبيعي. نفهمهم يعني فكان بيحصل دايما مشاكل ونرجع نعيد ونزيد وممكن نخش في بعض المشاكل مع الناس او نفهمهم او نحاول نحافظ على العلاقة معهم فقعدنا فترة. وبالت بقى ميزة الموضوع ان الموضوع قفز قفزات كبيرة جدا في النواحي المالية. ماشي. يعني انا خدت اول عقد ليا كان عشرين الف جنيه. ماشي. اخر عقد ليا كان مية الف جنيه. ماشي. كلام ده من سنة مثلا اربعة وتسعين لالفين. اوكي. يعني في ست سنين زادت خمسمية المية. ماشي. خد بالتبعية دي احنا من الفين لالفين وخمسة في لعبة كان بتاخد خمسمية الف جنيه. اه. الفين وعشرة في لعبة كان بتاخد اتنين ونصف مليون جنيه. صح. فالفين وخمس واشر لعبة اخدت اربعة وخمسة. النهاردة في عشرة وفي خمس واشر مع الفارق يعني. صح صح. فالتدرجات رهيبة جد. اه. بالضبط. فالناحية المالية دي عملت تشجيع لقطاع. انت عارف انت لما في البلد بتاعتنا الجميلة دي لما حد يعمل محل فول ويكسب. كل مو بعده يعني. فاحنا عملنا كده. اه. فقد دخل ناس بقى. فكان لعبة بتبطل فبقت لها يعني زي متنفس انها تخش المهنة. وفي ناس بره المهنة خالص. حابوا برضو يدخلوا. لو ديتها كرة مش هتعرف تنطط برضو دخلت. صح. وكان المعيار ان الناس تحاول تتعامل فيه بمنطق شوية انك تقدم خدمة. اه. مش داخل يعني تقدم خدمة مقابل اجر. ليها مقابل لك. لكن في ناس وكتروا جدا. بقى انا كنت زمن من عشر سين كنت عارف اسميم كلهم. دلوقتي كتير. مش تحيل. اه. مش تحيل. كتروا جدا للدرجات دي. جدا. والله. جدا. يعني النهاردة بتتكلم في انه تقريبا كل كل اللعيبة عندها الوكيل واتنين. ما هي الوكيل ده الصنوعين. فيه وكيل معتمد اللي هو بيروح ياخد وكالة. اه. وفيه وكيل غير معتمد. اه. ده اللي ما ياخدش ودول كتير. طب. بقت ناس تعمل شركات. فيقولك ده انا عندي شركة وبمثل اللعبة برضو بقى اخد قطاع. فكل دول بقى يعني موضوع بقى زايد جدا. اه. اول لعيب موضته مين بقى طيب? اول لعيب خالص. طيب هون كانوا تلاتة. ماشي. كان اه كان اه احمد زهران. اه. مدرب اه حاليا المقاولين مع عماد النحاس. ماشي. وكان مع ولد اسمه ياسين عبدالعال. اه. كان موهبة بس اه بس عمل يعني شوية حاجات جيدة في الاتحاد وجده بس بطل. وكان رضا اه رجب. كان اخر رمضان رجب. اخر رمضان. اه. تلاتة دول كانوا اول تلاتة كانوا بيلعبوا في اسمان تأسيوت. ايوة. وكان علي عشور راح لعب معهم. وعلي كان جيلي. ماشي. وانا كنت اتنين وتتاتين سنة. يعني صغير وعلي كان لسه بيلعب. فروحنا ومضيت الولاد دول. وابتديت بقى خدنا الموضوع اه. ماشي بس اهم يعني خلال ستة شهور كان اهم ملاعب عمل بقى ضجة جمدة جدا كان حمص. طبعا. بتاع الاسماعيل. طبعا. طبعا. عمل زعر يعني لحد الوقتي الموانس بروحنا حبيبي يعني لا يقبلني ابدا. بسبب الموضوع ده. طبعا. بسبب موضوع حمص. اه. ايه ده ليه? ليه يعني علاقة انه عشان مضيت حمص فبقيت انت الوكيل فيها. اه انه حمص كان هو بجاي جدد فكان بيقول لهم لازم تتكلموا مع مدير اعمالي. اه. فكانت الاستعاب الفكرة كانت يعني صعبة جد. ماشي. ولحد بقى ما في الاخر يعني خلوه يتمرن لوحده شوية واتمرنش مع الفكرة. كان شوية قصص كده بس حمص كان اه كان قوي جد. لكن قوتك في السوق تأتيت بعلاقاتك في الاهلي بلعيبة الاهلي? هي قصة كلها اه شهرة بس خلق قوة حاجة والشهرة حاجة. حاني. الشهرة جات من ان انت بتودي لعيبة لنادي الاهلي. اه ولا مضيط لعيبة جوه الاهلي كمان كا لان اللعيبة تروح الاهلي. اه ماشي. بالذات ان كان حصل شوية سراعات اه في البدايات في الفين وخمسة كده كان كان اول لعيب كان حصل فيه سراع. او كان الزمالك اللي كسب فيها كان مصطفى جعفر. اه طبعا. مصطفى جعفر رايح الاهلي ومحمود الشامي اه سيد محمود شامي كان رئيس اه بلدية. اه. وراح ودي الزمالك. دي كان لها وقع كان لابا ساحمر وكان رايحول اهلي خلاص. ما كانش احمر كانوا رايحين الاهلي فعلا. اه. يعني رايحين في سكتنا للاهلي. ماشي. الطريق. رايحين. فراح كلموا قالوا لأ انا مش هبيعك للاهلي انا هبيعك للزمالك. فالولد راح راح لافف وراح طالع على الزمالك. واه الولد ما كانش فارق معها فعلا? او يعني ساعتها ما كانش فارق يعني مصطفى صلاك جميل يعني. اه. يعني الفرقات. تألفوا حاجات كده صح? حاجات بسيطة. اه. لكن هو حاجة محمد شامي خد رقم كبير شوية عن اللي الاهلي عرضه. اه. والاهلي شوية بيعتمد ان اللاعب عايزه فبتري يتفاوض من منطق اللاعب عايزني. فهم. مش منطق المنافسة يعني. اه. النادي بيبقى نفسه انه يخلي فيه منافسة. طب مزايت نعلم. فدي كانت اول نهو طب بعدها بقى تولى بقى محمد عبدالله خدته الاهلي عمر سماكة الاهلي كان اكوتي ما انسى. اه. كان ثلاثة صفاقات كده دول عملوا بقى. طب انا عايز لانتك الثلاثة صفاقات دول ان فيهم حاجات جوة يمكن الناس مش عارف بقى هل ليك علاقة بالحاجات اللي اتقالت وقتها انه مش عارف مي استخبى في شرم الشيخ ومين تليفون. لا لا غير ده. لا حرام عليك ما تغلطش. غير ده. هو سماكة سماكة. كانين كانوا عادي ساق عبدالله و اكوتي كان خلاص حددوا رغبتهم وبلغنا الناس وانديتهم اتفاوضة مع الاهلي. اه. اللي اتدفع فلوسه فعلا من الزمالك كان عمري سماكة. اه. من مليون جنيد راحوا اتدفع وكاش. اوكي. خدوهم اه اعظم زمالك وكان ليهم مديونيات عند نادي وصرفوهم. ميش. فطلعوا الاستغناء. ميش. واللعب ما مضاش عليها. اه. اللعب كان عايز الاهل. كان عايز الاهل اه. فكان هما بيبحثوا عن اللعب فاللعب راح الغرداء. عاد في الغرداء. ميش. ميش. فما فيش عمر سماكة. فبعد اسبوع يأسى زمالك والترسان مش عارف ان يعملوا ايه. لك طب خلاص يا اي حاجة بس نراجع فلوس الراجل يعني. فوافقوا على البيع للاهلي وخدوا الاتنين مليون رجعوها وخلاص. واكوتي كان في مقابل انتقال اكوتي للاهلي كان في محمد عشور الادهم للمصري كمان. وقتها. ممكن ساعتها انا مش في حكرة. اه محمد اه محمد خمسة امين. اه. كان راح راح الناشئين محمد بس انا يعني ما يعني ما تدخلتش في دي قدم التفاوض نفسه اللي تم كان رقم كبير. اه طبعا. كان صفقة برضو حظها وحش انه تصاب على طول اول ما اه. صراحة كان ممكن يبقى حاجة كويسة بس الاصابة. ومحمد عبدالله برضو كان فيه صراع ما بين الاهلي والزمالك جامل يعني. كان فيه كلام اه كان فيه كلام قوي بس كانت متحددة من بدري. اه. يعني يعني قصدي اللاعب بلغ ادارة اسماعيل انا مش هلعب في الاهلي فخلاص. فما كان ما حصلش فيها اللي حصل في سماجة انه كان فيه سكوت شوية او ان الادارة تضغط على اللاعب. وكان فيه اعلان خلاص ان العيب يعني رايح اه. لكن بذكر الاسماعيل والاهلي حضرت حاجات كتيرة ما بينهم. اه. بتبقى قصة صعبة. انا حضرت السيد معوط. اه. شريف عفضيل. اه. عبدالله السعيد. اه. مروان. اه. حاجات كتيرة وخدت لهم احمد سامي الفرج. حضرت كل دون. انا بعت اربعة لعيبة من الاسماعيلي الاهلي فاربع ادارات مختلفة. طب احكيي عن منطقة التفاوض ما بين الاسماعيل والاهلي مع وجود اعتراضات جمهيرية من الاسماعيلي. هي في الاخر بتبقى جزء من الموضوع مرتبط بالحاجة والظرف. حاجة. انت محتاج فلوس. اه. والمبلغ اللي بيجي لك زيادة مسلا ضعفين تلاتة عن القيمة الحقيقية. ماشي. يعني ما يبقى قيمة تلاتة ويجي لك سبعة ونص. صعب جدا ترفض. طب. ولا تبقى مش مش يعني مش ناجح في الادارة. فيه. تسيب مكانك. طب. عشان شوات جماهير زعلانة عشان ايه? غير ان التأثير كمان بتاع اللاعب. انت كده كده بتطلع تالت رابع خمس به او من غيره. طب يعني وجوده ما خلاكش تاخد دوري. ماشي. فبرضو ده فكرة تاني والنقطة التانية ان ساعات بيحصل موقف زي عبدالله السعيد ان انت هتتباع. وانا قلت ساعة قلتها كده قلت عبدالله هتباع يوم الاربعة. ماشي. لان يوم الخميس لو القيت خلص هيقعد السنة ويمشي في ريه. ماشي. فهيروح عليهم سبعة مليون جنيه. اه. فاتباع الاربعة فعلا. اه. لان انت في الاخر لو اللاعب مجددش عقده. خلاص. هتعمل ايه? احنا كان في موقف لسه قريب كان محمود وتولي. اه. محمود وتولي بيرامدز لما كان مشار تركي الشيخ موجود اتعرضت اه تلاتة مليون دولار كانت دولار بعشرين جنيه. من مليون جنيه من بيرامدز الاسماعيلي. اه. في السنة الاولى اللي كانوا بيعني كانت الدنيا من الحاجة تعفين تلاتة كده كانت حاجة جميلة. اه. الله يمسيك بالخير. فلما الاسماعيلي رفض كان لسه في عقد متولي سنتين. اه. طب سنة فاتت ومجدتش. خلاص. لسه في عقده سنة. فاتبع بخمستاشر. يعني. ففي خمسة واربعين مليون راحت عشان خاطر قرار ما اتخدش في وقت مناسب. خمسة واربعين مليون راحت بسبب قرار خاطر. ما اتخدش طبعا. بان عشان كده بقولك ان في زرف بيحصل انت لازم وانت بتشتغل في ادارة مكان اعتمد على دخول ومصروف لازم تبقى عارف انت هتعمل ايه? اه. انت لازم تبقى عارف. صح. طبع. فانت هتبيع امتى ومين اللي اتباعه? وايه البديل اللي موجود? لازم تحدد. واشتين لان المصروفات. المصروفات الوقتي. يعني هكلمك على سيبك من مصروفات الفنادق والانتقالات واللي دي ده خلف تلاتين مليون مسا. ماشا. كل الاندية بتتفحز. بعضها مع الفارق ان في النادي ممكن يتفع عشرة وماشا لاني بروح فنادق تعبانة شوية. او تبع الدولة او غير. ماشا. لكن امسك عشان تعرف مزانية اي نادي هتلاعب واخد متوسطات التلاتين لعيب واضرب. ماشا. فمسلا هتيجي تقول والله متوسط تلاتة مليون. في تلاتين لعيب. مم. يبقى تسعين مليون. مم. طب مليون ونص. تلاتين لعيب خمسة واربين مليون. مم. زود عليهم العشرين تلاتين اللي قلناهم. دي موزنة الاندية. ماشا. هيجيب منين بقى الكلام ده? اه عم طريق الاندية بتاخد سيبك من التلاتة بتوع الاسماعيلي والاتحاد ممكن اللي بيكونوا بياخدوا عشرين خمسة وعشرين. ماشا. في الاندية بتاخد عشر. اه. خمستاشر. اه. اقل الاندية هيصرف كام? هيصرف فقط المنكاب كتير. المصروفات عالية جدا. اه. فايزا انت اتوفر لك كل سنة لاعب يعني ام بي. اللي هي وراها ظهير. منظومة كبيرة يعني. اه. غير طبيعي. اه. بس في الاخر بعد الثورة الناس عادت صرف ايه وفلوس ايه واجعل بيه. اه. مش هينفع عصرة فابتدى هو كل سنة لو ما بيعش لاعب بخمستاشر او بعشرين بيبقى عنده مشكلة. طب. لو اخدت بالك ام بيبقى لها سنين كل سنة. بيبقى في واحد طار كده. صح. بخمستاشر اتنين طار وبتلاتين. صح. عشان يقدر. يوكب الموضوع. صح. النهاردة لما تعرف ان لعيبة ام بي لحد النهاردة ما خدتش مقدماتها. والله. طبعا. مشكلة شوية. طب. عنده ظرف لان هو ليهم عاد محدد بتنزل في حاجة معينة. يعني ليهم قصة كده فلو الفلوس ما فيش فلوس في بيع. اه. والسنة دي هما ما بيعوش. ما بيعوش حد بصبع. فما جاتش فلوس تتتت. فانت الناس لأسف المشجعين بقى اللي هما دول لاموا بقى من بعض والدول نادي لو انتوا عايزين ما حدش يمشي. بقاش شايف قوي الزوايا دي كلها. طبعا. اه بقاش شايف مجردا. والاندية ساعد بتبقى برضو ايه? وهي في الاعلام بتقول كلام. اه. وهي في اغض المغلقة بتعمل افعال اخرى. ودي نقطة انا شايفها غلط. اطلع اقول الحقيقة ونفذ ودير. صح. قدرت تنجح. بس كل اندية كده اعتقد يعني. اه جزء كبير بيطلع يعني. جزء كبير طبعا. الشعبيين طبعا. الكبار يعني بيتقال حاجات غير اللي في القوت. يعني اللي بتكلم طبعا على اسماعيلي معذور شوية المصري معذور شوية الاتحاد معذورين شوية دي الاندية اللي الجماهير هضغط عليها شوية. اه. اه. فبالتالي هو بيبقى محتاج الناس تبقى راضية. ام. ودي مش حاجة وحشة. بس في الاخر الريضة. اهم حاجة في الريضة هو النتائج. ام. فاذا انت قادرت صحة وبيعت صحة واشتريت صحة ما انت هتبقى عمل نتائج كويسة فالناس مش هتبص اللاعب براحة او لعب. صح. بالضبط كيقول او عوضتوا صحة واشتريت صحة وبيعت صحة. واستخدمت القطاع النهاردة السنة دي اول سنة الاتحاد السكنداري يطلع من قطاعه. تحس ان الاتحاد في قطاع. اه. دائما مستورد لعبين. اه. انما السنة دي عنده كام لعب طلحهم القطاع مروان النجار مروان عطي عبدالغاني لعيبة طلعت من القطاع فانت بالاخر. هم دول اللي ممكن يبينه انك هتنجح ولا لا? صح. لكن لو فضلت تشتري ما انت هتفضل على طول مديون وعليك فلوس. ماتفق معك جدا. هنطلع للفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عندنا كلام تاني كتير عن حاجات كتيرة مهمة وملفات كتيرة مهمة. ضيفي النهاردة كافتن تامر النحاس ومنورني في الاستاد لحد السنة عشرة بعد الاغنية اللي جاء. بفكركم مرة تانية بالسؤال وهاخد رأيه كمان في اللي بيحصل في اوروبا من ناحية السفقات الكبيرة. امبابي كان بيلعب فين قبل ما يكون في بي اس جي بعثي على الف وستة عشان نختار الفايز في اخر الحلقة. بعد انغام نرجع نكمل خليكم معنا. انتوا لسه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم افقام ونجوم افقام تي في بي. برحب بكل حضراتكم جديد في الاستاد على نجوم افقام ونجوم افقام تي في وضيفي النهاردة كابتن تامر النحاس. كابتن تامر يعني انا عايز بقى ملفات كتيرة جدا فايه ناخد كل ملف كده على السريع. مروان محسن انا عارف انك طبعا علاقته بي طيبة جدا ووكيله وهو بانطقت جدا بقاله اتنين فلخ. استيبقى قصة مروان محسن من وجهة نظر تامر النحاس. هل شايف انه مظلوم? هل شايف انه هو الناس جات عليه زيادة? هل شايف انه طبيعي الناس تيجي عليه لانه بيلعب في الاهلي والضغط كبير? شايف القصة من اني زاوية? طيب خلينا نقول برضو ان احنا في المجال كرة قدم وكرة القدم قائمة على المشجعين. قيم الاندية وقيم اللعبين بتزداد وترتفع بميول الجماهير لتشجاحهم وحبهم او ايه? او دي اللي هيخش هزا المجال ومش هيبقى عارف ان في ضغوط من هزا النوع هيبقى عندنا مشكلة شوية. كنا زمان واحنا بنلعب لما تلعب في نادي انا لعبت في الاهلي والزمالك وكان امور صعبة جدا. ولعبت في المقاولين وكانت امور سهلة جدا. جدا. ضغوط تفرق يعني. اوه. احنا اخدنا كاس افرقيا رجعنا خمستاشر عامل سقفولنا. شكرا. زي الفل. اوه. يعني روح الاندية. لكن لو انت عايز توصل لمكانة مختلفة في قلوب الناس هتروح تلعب في ايه? في الاندية. المصري تعبنا فيه جد. طبعا المصري والاسماعيل والتحالي. حاجة يعني على كيفك الجماهير. طبعا ده لا بتعشق فريقها فالضغط كبير يعني. اه. اه. تلات سنين هناك كانت الامور اه يعني جيدة جدا. وحتى المنصورة من منصورة برضو فريق جماهيري فاكيد برضو يعني في ضغط. بس المنصورة لا. اكيد الدائرة قليلة يعني قصدي. منصورة ناس جميلة. يعني الناس برضو حبهم للفرقة. ليه في قصة الضغط على اللعيبة اه. اه. او النقد العجيب. عشان يمكن الطموح مش كبير اوي بالنسبة لمنصورة انه يعني احنا تمام وكده. اه يعني ما وصلش للمكانات بتاعت المصري اوي في الفترات الاخيرة. المصر برضو ممكن يبعا عايز بطولة وبتاع فالقصة بتبقى مختلفة. وغير لما كنت رضع فعال الجماهير غير برضو سن الجماهير وثقافتهم بيفرق جدا. اه. معاك. يعني انت المشجع اللي سنه صغير يقاد. اه. ايه واحد كبير يشتم شتم تلاقي. اه. احنا زمان كان حصل موقف رهيب. اه. كنت بلعب في الصيد. اه. ترقي مع فرقة سمامية عقبة. اه. كنا بنلعبه في استاد حلم زمور. اه. انساءات هالاستاد ده داير ما يدور كانوا بيعملوا التراك هيعملوا لسه مترتان. اه. فحطين فيه الطفلة البيضة دي ناشفة كده. اه. اه. طوب ابيض كده. اه. ماشي. وكان معانا الله يمسيب الخيزة يقول لك عمر ابن عبد الحكيم عمر. اه. وكان معانا فايز ابازة. اه. اه. وانساءات المصابقة ابازة اللي ارحمه. اه. والقال دي كانت جميلة بس ايه. برضو يعني ايه. كانوا يعني الادب يعني ما ايه. ما عندهمش الادب ده خلاص يعني. اه. فكانوا يشاوروا للجماهير اشارات ويستفزوهم وكده. وتخيل انت مسلا الف مشجع نزل بيدرب في احداشر واحد. في لحظة طبعا. حاجة مش طبيعية موت يعني. يعني حاجة مش طبيعية. مش تطلع سليم يعني. جرينا ونطينا من فوق الصور وكل هنطينا الدور من الصور اللي بتاعدين. كانوا هيموتونا هيموتونا يعني. يعني حاجة رهيبة. طبعا. وبعدين ما عندهمش يعني بيمسك اتوبك كده وقوم رميها في وشك وانت بينك وبينو متر يعني. لح. شو ربنا مس كرمه بقى كان جمال مساعد ده كان من ميت عوجة. كان لعيف الاهلي الجير اللي فوني. ده انقاذنا هو وكان فيه كابتن يا الله يمسي بالخير بقى مش عافزه كابتن محمد المزة مالك الرجل جميل برضو. ده يوقف قدنامنا بشومة كبيرة كده وقف الناس يعني كنا هنموت. اه. انا قصد الثقافة وفهم الولاد والولاد السهولين كان كل اللي بجر ورانا كان بقى. تلاتة اربعة كبار وميت واحد خمسة وستاشر سنة عندهم مش استحاب. في الاخر هو ماشي مع الرائجة ومش مستوعب ايه اللي بيحصل. طب طب. فانت المشجعين معظمهم في السن ده وبيقادوا بشكل ما وبقى مش مستوعب. فانت هتفهموا ايه عايزة قصك طويلة شوية. فاحنا كنا بنقول ايه قبل ما قولك القصة. على مروان. اه مروان. ضغط واللعيبة. اه فالضغط ده يعني سنة موجودة وكده. لكن خلينا نتكلم كلام يعني ممكن يزعل الناس شوية اللي هي مشجعة بتحب نديها وحلى فكرة بتحب مروان بس نفسها ان مروان يجيب اجوان. حال. موضوع ملوش علاقة بك. بس ساعات بيبقى في واحد مهاجم مرزق. اه. وفي واحد مهاجم ربنا يعني مش رزقه في الحتة دي. ماشي. لكن خلينا نتكلم عن القيمة بتاعة المدير الفني اللي شايفها في اللاعب اللي عنده. ماشي. لما ييجي عندي عشر مديرين فنيين في اخر خمس سنين في الاهلي والمنتخب. وكلهم يستخدموا مروان كراس حربة. هيبقى ده بسبب حاجة من اتنين. اه. والاتنين موجودين. ماشي. بسبب انه فعلا عنده قدرات المهاجم. ايوة. ان البدايل مش حسن منه. ماشي. البدايل اللي في النادي او حتى اللي هنجيبها من بره. حال. يبقى في الحالة دي لازم نقبل هذا الامر بالذات ان احنا ما بنلعب سكواش ما بنلعبش تنس بنلعب لعبة جماعية ففي الاخر الفريق بيكسب. ماشي. او الفريق ما بيكسبش مع بعضه مش لاعب هو اللي بيبقى مؤسر شوية. ولكن بيجي في كده حالة بيقول ايه يعني حالة عامة تقوم خبطة في واحد ويعني تقوم ماشية بقى. عارف انت الناس وتقوم ماشية والكوميكس تشتغل وكده لو الناس عرفت انه كمل ضغط النفس اللي بيعملوه او هقول له الحرمانية لان احنا وصلنا لحاجات يعني حاجات حرام في تدعم في التريقة عليه او الكلام عنه. على الماش كتيرة مش هو يعني. يعني بس هو تحديدا خد حاجات بس انا انا رأي انه مدعياله. يعني يعني كم من الناس اللي هو خد حسنات منها بصراحة. فوق مستقى الادراك يعني يعني لو صلى وصم مراوان في الجنة اكيد. يعني مش بتاك يعمل حاجاتها كتر من كده. لكن احنا في الموضوع صعب عليه. لكن انا شايف ان مراوان يعني 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 مش عارف هل هل الخروج الاعارة سنة في نادي برا ممكن يبقى حل شوية لمروان نفسه ومش للنادي. دي حاجة ندرسها لتلات اربع شهور الجين دول. مع الدعاء انه ممكن خلال تلات اربع شهور دول بوجوده في الملعب. لو جاب الجوان الامور هتستقر. اه. لو انت خدت بالك في فترة كده جاب تلات اربع تجوان ورا بعض فالناس هدت شوية. اه. بس هي عايزة استمرارية شوية. وانا شايف شايف ان في دور كبير جدا جدا على زميله. على زميله. طبعا. ازاي. يعني احنا كان عندنا زمان وليد صلاح الدين ده لو عايز يخليك تجيب جون هيخليك تجيب جون. صح. صح. كان عندنا ناس لو عايز كان عندنا مسلا. بس عندك الوقت يحضر كبير. انا معرفش بقى. بس انا بكلم على الاهل ايه. ام. لو انتوا عايزين توقفوا جنب واحد هتحطوله الكورة بطريقة ممناسبة. نارض مروان مميز في الهيدرز اللي لازم هتعمل له كورسات. يعني فيه مطش من مطشات لعبه برة في افريقيا وما جالوش ولا كورة. ولا كورة. ام. والناس بتقول اسم مروان مهاجم يا جماعة تبو انا عملتوله كورسة وعملتوله سروة جاء قلومه. طب بس محمد شريف الناس برضو لما ظهر وسجل اربع خمس اهداف اول طلعته مع الاهلي او اول رجوع مع الاهلي الناس قلت له تم هو من راجل بيجيبي جوان. بنفس والاجنحة وطريقة اللاعب والمدرم. ماشي لأ هو ساعة ما راح انا شريف كنت شايف انا اللي مودي شريف الاهلي. اه. وقلت شريف قبل ما يروح قلت ده هيبقى احد يعني النجوم الكورة المصرية. اه يعني ازا زبط شخصيته. ام. بس. لكن كامكانات فنية شريف سريع جدا. صح. بلعب دماغه كويس جدا. بلعب بجلتنين زي بعض. صح. بلعب في اي مركز. صح. ملاعب بدون ضغوط شوية مع امبي عمل نجاحات كبيرة. انا كنت شايف انه ممشيش من الاهلي. يعني هو مش من الاهلي ورجل جايب خمس تجوان في مشاركات قليلة. اه. كان ممكن الاستفادة منه بس هم رأوا ان الايه ان يعني بص هقولك حاجة. كل لعبة اللي وديناها النادي الاهلي. ام. اللي سنوات طويلة. صح. في سبات مستوى كل المطسط. ده ما يروح الاهلي بتلاقيه نجح من الاول. اه. اه. لكن في ساعات بيبقى لعيب مميز جدا وعنده امكانيات بس ما عملش فترة طويلة في النادي بتاعه سنتين ثلاثة اربعة بسبات مستوى فما يروح اهلي او زمالك فيقوم داخل على طول راكب وتحس ان هو مميز بيحتاج وقت شوية. صح. الرفاهية دي مش في الاهلي بقى. رفاهية ان انا اصبر عليك شوية. لا مش في الاهلي. ولا في المالك لعندهات كبيرة دي نصبرش يعني. صح صح بس ممكن الزمالك يعني الموضوع برضو اسهل شوية. رأيا. اه. رأي ان الموضوع اسهل شوية يعني الفرص ممكن تجي لك اكتر شوية ما تجي لك مع مع الاهلي. مش. ممكن يعني الزمالك فيه مسلا تمنتاشر واحد مميزين جدا. اه. الاهلي ممكن يبقى فيه خمسة وعشرين واحد كويسين فالفرصة لما بتأخر حد تاني بيركب بتاخد وقت شوية. فيه. لكن اللعيب البقى المميز اللي هو يتعامل مع الضغوط دي ويبقى فاهم ان اللي بتشاف في النادي الاهلي والزمالك العيب. مش الميزة. طبعا. اللي بتشاف في الاندية التانية الميزة. مم. يعني هل محمد شريف في امبي ما عملش حاجات نصر كوم؟ عمل. بس متبنيتش. بني العشر تجوان الحداشر جون تانية هدافت ده اللي بان. فيه. ما بيروح الاهلي بص جورني ضايعه. اه. اه. انه جايب المطش اللي قابله. فيه. ايه? يزبط شخصيته. اه مع المتغيرات في فرقة كبيرة زي الاهلي او الزمالك دي نقطة مش سهلة. طبعا. مس سهلة. ترتيب بقى مروان بعد والترب والي ومحمد شريف ده ممكن يخليه مقتنع انه الاحسن له انه يطلع بره? لا هي القصة كلها ان هو هل مازال بياخد الفرص ولا لا? اه مازال بياخد الفرص وبينزل ربع ساعة عشر دايق. بس بتقل مع عدد المهاجمين. طبعا. هي الفكرة كلها ان ايه? ما انت عشان كده بقول لك ان الحسبة كلها على اخر السنة. او. يعني احنا اخر السنة لما يفوت الاربع خمسة شهور دول ازا المشاركات يعني احنا لما نيجي نقول مروان يمشي السنة اللي فاتت. ازا كان مشاركاته معددية تمانين في المية. مم. يبقى مش طبيعي ان اللاعب يشارك في تمامين في المية يمشي. مم. لكن لو المشاركات ما ما زادتش قوي والتوفيق انا شايف ان ممكن ممكن انا ما كلمتش معه على فكرة. بس انا شايف من وجهة نظري كوكيل ان ان لو اللاعب بتاعي عنده المشكلة دي فاطلع اعارة في مكان يقدر يتحرك فيه بشكل او باخر ويظهر قدراته. انا شايف انها تبقى فرصة جيدة. بس اعارة للعيب عنده واحد وثلاثين سنة منطقية? ويعني. منطقية. يعني اخص انت في الاخر برضو يعني السن انت وليد سليمان عنده كم سنة? اربعة وتمانين وليد. اه. وما زال وثلاثين عادي. محمد عبدالله السعيد خمسة وتمانين. خمسة وتلاتين. مازالوا بيقادوا. يعني يا قصة في الاخر انت محتاج تشم نفسك شوية بدون ضغوط ونشوف الموضوع ماشي ازاي. بذات انها بنتكلم فعلا على العيب عنده امكانيات. ما تيجي تكلم على المهاجم. لا عنده قوة اه سريعة حطى الزميله كويس جدا بيشتغل في التمنتاشر كويس. عنده حاجات كتيرة جدا مروان. والظروف اللي بتعرض لها ما بين اصابات وما بين تعب شوية وحاجات كده برضو تهد اي حد. ام. فمعنى انه يرجع على طول ده معناه انه هو عنده عزيمة كبيرة. وانا شايف انه جزء كبير من مشكلة مروان ممكن تتحلل لو هو ما 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 شافش الميديا. بيشوفها? الرأي انه بيشوفها. بيركز فيها اه? سنة يعني غصبا عنه بزداد شوية لكن انا انا شايف انه لو بعد عن الميديا خالص هتبقى الامور اسهل شوية وهارجع تاني اقول لك لو زميله عايزين ينجحوها ينجحوه. وانا مش عايزين ينجحوه? لا 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 بقول لي يعني لو ركزه. اوه. في فرق ان انا ركز يعني في فرق ان انا ركز يا جماعة انا عايزين مروان. انا زمان كنا بنلعب في المصري كان معنا جون اه حسن ناصر. طب. وكان عنده فترة عيني كان بص ال 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 هوى يعدي خلص. يعني لو راحت كورة عنده جون. ام. فبنبقى قبل المطش نقرأ الفتحة. ام. وبعدين يمشي هو. ام. ونعني يا جماعة ما حدش يشوت على حسن. ام. فتخيل انت التسعين دية بنمنع. اي كرة توصله. ام. عشان نحميه من ان هو يتحط لحد مطش اتنين. طبعا. حسن ناصر كان احد اهم من الاسباب ان احنا فوزنا بكس مصر. اه. بس الزميله شلته. فانا انا متخيل ان الفترة دي لو انا هخش اجيب جون ومروان جنبي وحططها له وجابها مروان انا متخيل كده. اعملت قبل كده مع حسن غالي ومتعب. طبعا. اتعاملت في اوقات كتيرة نقدر نعمل كده لحد ما ايه. كانت دعم بقى اللي هو الناس تتكلم عنه كويس قدام الناس وتظهر قدراته اللي الناس مش شايفة. ام. دي حاجات مهمة جدا انا شايف ان لو اتعاملت هتحدد الدنيا شوية. تعاملك مع نادي الاهلي اكتر واسهل من الزمالك? اه ممكن يكون. ام. النادي الاهلي مستوى ان هو سيستم. ام. سيستم واضح جدا. مغض نظر عن الاشخاص مين? ما انا هنقول لهم. كان مسلا موجود كابتن حسن هو اللي يدير وثم بعد كده آآ ماندس محمود طاهر وثم بعد كده كابتن خطيب. السيستم نفسه موجود. ادار التعقدات. مدير التعقدات كان قبل كده كابتن عرلي ثم بقى مجد طلبة ثم بقى عمير توفيق. ام. فانت في سيستم بتقدر تشتغل به بطريقة جيدة وفي نفس الوقت بيبقى انت يعني في ايه ثقة شوية. ام. من من التاريخ. ساعة انت تيجي تقول والله انت تامر وديت كام لاعب الاهلي فقول لك والله عشر عشرين نجح منهم مسلا نصهم. ام. فببقى فيك شوية بتخليك تثق شوية في الراجل ده وانت بتتعامل معاه. ممكن تكون بتحاول تكون صادق بنسبة مية في المية فبالتالي بيتعامل معك برضو من منطق ده. انا متخيل انه هو السيستم اللي فيه ميزة شوية. الهوى بقى مش موجود. يعني ايه? يعني لو انت قلت له لا مش هينفع يجي ما بيزعلش. ام. بيشيلش منك بقى مش هينفع لان فيه فرصة تانية الولد مش عايز. فيه. فيه ناس تانية ممكن ان دية تانية ما تقبلش ده. ام. فتبقى متخيل ان انت اللي بتسيطر على اللاعب وبتوجهه فمش عايز تجيبه لهم وبيسمعوش ده فيزعل. زعله يخليه في الحاجة اللي عايز يخدها منك يجيبها من وراك. اه. او يبعد حد تاني يجيبها. ماشي. فما فيش سيستم. يعني فيه احترام للعمل فبالتالي انت بتتعاون بشكل اقل شوية. بس هل يعني هل فعلا ما فيش سيطرة من تامر النحاس او من الوكيل على رغبة اللاعب? يعني هل ممكن انت باعتبرك وكيله وتنصحه? لا ما تروحش لزمانك دلوقتي روح الاهلي. اه. انا كوكيل لي. هل انا انا في الاخر فيه الشغلان بتاعتنا حاجتين. ام. اما انت وسيط بتتوسط في انتقال اللاعب من مكان لمكان. اه. فهتحول تقنعه بالمكان اللي انت بتجيبه. جميل. وإلا مش هتجيبهوله. حال. او انت مدير اعماله بتفكر له. مش. فمن ضمن اللي انت بتقولهوله هو ليه رقبة. اه. سواء بقى انتماء. او فهم من مجد نظره هو ان النادي ده احسن من ده. او انتماء. اه. هو بنتامل الاهلي او منتامل الزمالك. اه. انت في الاخر بتيجي توصله الصورة. مميز. فممكن رجاء اقوله اللاعب في الاهلي صعب جدا. ام. مش هتلاقي فورسة. لكن مسلا الالتزام مالي. اه رهيب. مميز. هتاخد حقوقك وجد. اللاعب في الزمالك ممكن يبقى اسهل لان المكان بتاعك مش اه. مش زحمة زحمة. اه. لكن النواحي المالية ممكن ايه? هتتأخر شوية. يعني انت بتدي له شوية امور. وتفتح له بس الرؤية يعني. اه. ميز. بالزبط. لكن هو طبعا الفترات اللي اللي فيها استقرار شوية. النسبة والتناسب بالذات ان كان الاستقرار المالي كان كويس جدا. يمكن الفترة الاخيرة برضو. المسجد المتضر منصور كان موجود النواحي المالية اه اتزبطت شوية معهم في نادي الزمالك. اه. الزبطة دي خلت الامور اه ام مش هقول متعدلة برضو. انها متعدلتش في الاختيارات اللعيبة اللي بتروح الاهل والزمالك. فدايما الاهل متفوق شوية. بس كفة ما يلا الاهل. طبعا. اه. لكن السرعة. اه. السرعة في الانجاز والاختيار. اه خلت الزمالك يبني فريق قوي. تعملت مع مين في الزمالك او دخلت اه لعيبة مين للزمالك. يعني اهمهم حاليا كان محمود علاء. اه. ده كان اللي وديته. محمد عنطر طبعا ان اللي وديته. اه. اه. كان في زمان مين. كان فيه كتير والله بس الواحد ناس كان فيه احمد حسام ده اخدتهم المجنة وعلى عب غني ده مدربين الوقتي. اخدتهم من فترة طويلة. باكل مينة احمد حسام باكل مينة اه. كان مينة وكان على عب غنيت فندر محرم جدا. اه. ففيه كزا حاجة بس مسلا كان مدبولي وكنت حزين جدا انه مشي. ايه. اه. انا انا شايت انه مدبولي ده ما مشيش. اه. لكن هو مشي الاحتياج الزمالك لجون فتضغط عليهم من الاسماعيلي فمشوه. كانت يعني استغربت جدا. اه. يعني انت هتماشي لعب مهم جدا. كان عمل سنة غير طبيعية معاك تابليت اه. يعني بس ساعات الاحتياجات اه بتجبرك على حد. الساعات بتالما بتقول رأيك كده الاندياب يعني بتسمع لك? يعني بغض النظر على الاهل انه فيه او فيه رصيد يعني لكن الزمالك الاسماعيلي المصري الاتحاد بيسمعوا لوجهة نظرك انه فعلا ممكن ما استغناش على العيب ده? اه لو في علاقة يا ماسا عندي علاقة جيدة مع المصري فما اقول لهم على حاجات يعني الناس ممكن تقبل هذا الكلام بشكل او باخر. اه. والاهم بيبقى في المدربين. لو انت عندك علاقة مع المدرب يعني عندي علاقة مع ايهاب فممكن اخذ ودي معه. ناقش معه اقول له لا اللاعب ده انا شايفه كويس فيلم انه يجي. اه. او لو ده هيمشي. بس الساعات بيبقى كله مدرب ليه قصة في. يعني انا مسلا راجب عمران ما كنتش عايزه يمشي من المقص. ما يمشيش من المقص الصراح. اه. اه. لكن في الاخر اه الظروف المالية. اه. خلت الناس مسلا تاخد اهب اه هو ومروان حمدي يمشوا اه عشان خاطر الناحية المالية. صح. لان النادي اصبح ما يدارش بشركة كبيرة وراه كانت مصر مقصة وراه بتصرف لو حصل ظروف وتاخد فلوسها بعدين الوقت ما فيش فانت محتاج فلوس لعيبة فكبتم اضطار. خبتم اضطار تعمل كده اه ده هو في اول السنة باع برقم تلاتين وبعدين باع بعد كده اه اتنين تانيين اللي هما دول باربعتاشر خمستاشر فانا قصني عشان يقدر يكمل. يقوم الدنيا اللي موجودة يعني اه. اه ودي صعوب ودي بقى ميزة ايهاب. ان ايهاب ليه مختلف? لانه بيشتغل في اي زرف ودي نقطة خطيرة جدا. طب بذكر ايهاب جلال هل ايهاب جلال مستمر مع المقصة ولا فعلا التقرير اللي اشارت انه بيقترب من موجود المصرحي. لا لا هو مستمر مع المقصة. العدد من الاسباب يعني اهمهم الليحة. ام. يعني انت مش راعب تمشي الا بموافقة النادي بتاعك. ما يقيل لك لانك ما يفعش تمشي. بس ممكن اول السنة? ممكن الموسمة الجاي? باول السنة مين قال لأ غير معريت. حد يرفض ان حد يجي له حاجة. لأ خالص خالص بس اقظل انه ممكن يعني يبقى فيه كلام مع ممكن يبقى كلام مع اي حد في السنة الجاية بالذات في بص ايهاب وهو ماسك تليفونات بنسويف كان عايز ياخر الدوري. اه. تخيل انت? ماشي. اه والله. عايز يكسب كل مطش. ام. مع تليفونات بنسويف وهو ماسك المخصة عايز ياخر الدوري. ام. وزعل شوية لأ. كان غريب لانه كان وصيف يعني. اه. لا ده يعني انا بكلمك حتى في اي وضع لي. اه. هو مش ببينزلش مطش عامل حزبة. يعني فيه مع بعض المدربين وده انا شايفه صح. انا هنزل اعمل زون بنزينة. انا اخد نقطة اه. طلعت ما طلعتش خطفت تلاتة واحد تسوان خطفت للتحدي يا انا هربية ده نرفع بقبعه. اه. صح صح. نشيله فوق الكتاف. ده راجل جميل. اه. مهاب مش كده. مبينزلش خلص. اكسب اي اه. مستحيل. اه. 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 مستحيل. اه. يعني انا بكلمك على في الدماغ. انا ممكن اختلف مع كده. لكن في الاخر كل واحد كل شيخ وليه طريقة. وفي الاخر هو بيحدد هيعمل ايه? يعني فانا شايفه اه مختلف عشان كده. فهو ممكن يكون الفكرة كلها هو مش قادر يقبل فكرة عارف انت اللي هو العيشة يعني. اه اللي هو عادي كويس ودينا مسي نكسب مطشة عادل مطشة مش هيقبل ده. ليه ما نجحش في الزمالك. بص يعني وجهت نظري يعني حتة فلسفية شوية انا كنتش عادي اسيب ام بي. اه. وحسيت ان ان تركنا. قلت لي ابي كده. اه. انو ربنا ما كرموش في الزمالك. انا انا ده رأيي. بس ممكن يكون مش ده. لكن هو طبعا فيه نقطة تانية ان انت اه من اول اه مطش راح في الناس برضو كانت بالذات. ضغطة جامد. طبعا الناس مش قبل فكرة ان حد مش مش ابن النادي. اه. مش ابن النادي يعني. يبقى هو اللي موجود وكده كانت فكرة صعبة شوية فكان فيه طغوط. اه في الاول بصراحة ما كانتش موجودة والناس كانت قبلة لكن بعد ما بتالت النتاج تتهزب تالت الناس تظهر وجهها بقى الايه الحقيقي وكده في تقييمات مختلفة وناس قلبت يعني. كان في واحد بيتكلم عليه ان هو ما فيش تايه في مصر بعدها باسبوع قاعد يقطع جامد. مم. بس يعني يركبوا التريندات مش مشكلة يعني. طبعا. اه. لكن هي القصة في الاخر وكان في ناس كبهر ومهاجمين كانوا عظام في مصر برضو كانوا يقولوا كلام بس يعني الواحد لو رد عليهم ازعى لو رد عليهم ليه? لان هم يعني كانوا جوهم بيبقوا كبار جد. مم. والواحد بيبقوا مسلا اعلى ليه في الكورة. في وقت معاين. في الكورة. اه فاق. لكن تيجي تتكلم في الكلام اللي بيطلع منهم. ولا حال. ده ثالثة ابتدائي. اه. يعني ما بيحل بيقولش هذا. عشان كده ما ردتش على رضا عبدالعيل لما قال لناك سبب غلاء اللاعبين في مصر? لا ليه. ما انا قلت ان احنا كوكلاء انا ردت عليه ساعتها. طبعا. انا 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 معترف ان الوكلاء احد الاسباب الرئيسية في زيادة زيادة اسعار اللاعبين. طبعا. وهفضل او النادي قبل ان هو يدفع فلوس هفضل احاول عالي اللاعب اللي انا بوديه. ده شغلي ده. فيه. لكن هل الارقام اللي احنا بنجيبها لللعيبة او الانديها بتدفعها مناسبة ومعقولة حقيقية? لأ طبعا. مم. بتدفعها شيء اندي. بس وانا قاعد معك هزوت. انت زي قبلت انت اللي غلطان مش انا. مم. صح. فانا معترف بحاجة لكن انت اقول كده. لكن انا ازعل من ان انت تتكلم في نقط مش حقيقية في تقييم الزميلك. اه. يعني انا ازعل منك كمحلل ان انت بتنقض الناس فنيا. وممكن انت لما تلحط في مواقف يعني حاجة صعبة جدا. حاجة انت يعني صعبة جدا. نفس المواقف تعمل نفسك بقى نفسك بقى يعني او ايه او اعتزل الايه? التدريب. ماشي. وقعد بقى ايه خد السكة دي. الاتجاه بتاعناك تنتقض. اه براحتك. مش طبعا يعني. ايا كان. انا بحب اتفرج عليه رضا جميل. بس انا بتكلم في العموم انا مش اقضي على رضا. انا ازعل منه حد تاني كان نجم كبير ومهاجم كبير في مصر وحاجة جميلة بس ما بيتكلم جزء من كلامه بيبقى للأسف. كذب. كذب. مش كده. وجزء من كلامه ما فيهوش واقع خالص بالذات ان ايه? انه ممكن تتفرج على التاريخ فتلاقي مسك اندية ايه? وعمل بها ايه? ما عملش حاجة فانت بتنقر ليكت. مم. وجزء انا باعذوره فيه بقى. ساعات نجوم كبار جدا يعني بتبقاش مسكة. مم. وشايفين حد بيمشي من النادي داي ام رايح النادي داي. طب. طب انا فين? مم. طبعا. وممكن يظن غلط ان الوكيل هو السبب. واحد يطلع مرة يقول لك الوكيل هو اللي بيودي المدرب دوت وكده وهو بيسيطر. بس ده فوش جزء من الحقيقة? ان الوكلة الوكلة بتحرك السوق? ازاي? يعني بيتكلم مع رئيس النادي دايريكت انه فلان نجيب لك فلان. يعني هو رئيس النادي هياخد فلان وهو مش مقتنع ان هو كويس وعمل حاجات كويسة قبل كده? بس بتقول لو فيه رصيد او فيه حاجة او علاقة طيبة ممكن يقتنع. لا يعني. بس داتا ان فيه رؤسة الانديها في مصر ما عندهمش يعني اه كورة او يعني. ماشي يعني في الاخر في نسبة. يعني في نسبة ان انا ممكن لو لدي علاقة مع احد الاندية. وبسألني ايه رأيك في المدرب الفلاني فاقول له لا المدرب ده كويس. المدرب ده مش مقبول جدا. ماشي. لكن مش اه مش معنى اصلا خلي بالك في الانا كوكيل لعيبة لو وديت نادي لعيب اتنين وتلاتة وخمسة واتنين بقوا موحشين وتلاتة كويسين مفيش مشكلة. ماشي. تمشي. ماشي. لكن لو انت وديت مدرب ومطلعش كويس من مشكلة كبيرة. لانك بهدلت النادي. ماشي. المدرب قصة تانية خالص. فلازم انا كوكيل ابقى مقتنع بيك عشان اوديك. بس ليه يعني بسمعش ردود من الوكلاء على الاتهمات بتاعت انه حتى بيحركوا المدربين بلعبتهم. دايما بتقال في الاتهمات كده انه انا هوديك النادي فلاني بستاخد الشلة دي معاك. اربع خمس لعيبة كده تابعنا. انا عشان كده بقول لك ان اللي بيطلع يقول هزا الكلام آآ ممكن يكون هو كان نفسه في كده. اه. يعني هو كان نفسه ان حد يوديه نادي وهو يقول لي كده وهجيب اللعيبة بتاعتك. ماشي. انا مش عايز اقول ان لها حصلت. اه. ان في مدربين بيقول كده. اجابت ان وديني نادي بيبقى بيظن ان انا اقدر اوديه. ماشي. وفيقول لي اللعيبة اللي انت عايز انا جيبها. والله اتقلت لك. طبعا عادي. وهو بفاكر كده. طب وانا في الاخر مش هقدر اوديك. مم. مش هقدر اوديك حتى لو هتاخد اللعيبة. لان لو انت كنت كويس. ماشي. وفي بعض الحالات انت بتروح ترشح المدرب والاندية مش بتبقاش واخدها. ساعات الناس بتجري ورها يعني مسلا مين اللي اللي سريع شوية في التعاقد مع الناس ممكن ما تبقاش عملت حاجة لسه وما بيهموش شوية مسلا فرج عامر. صح. مسلا فرج عامر يعني ممكن يوم عمل خبطة كده ويستنى يشوف افعالها بس ايه مسلا فرج عامر زي ما بيجيب لك طرطاية على ممكن فيهم ايه خدالة. يعرض هو يعني ما بيهموش لا في المجايب ولا في المشي. فممكن في ناس خدت فرص معاه. اه. ما كانش سهل انها تاخدها. صح. اه وفي ناس ما بتعملش كتس. اه. في ناس ما بتيجي تفكر اول ما بيحصل له دروب كابتن طلع اتوسي فين? كابتن حلمي طولهم فين? الخبرات. طبعا. اه. بيحاولش يتعب نفسه. طب اجيب حد بقى اي بالذات لو في مدرب جيه وما حصلش نجاح معاه فببتليش يفكر في نفس الكاتيجوري ده. صح. فانت بقى تقنع الناس ان مش انت اللي بتودي وانت اللي بتعمل يعني يا سيدي يعني مش انا بشغلش مع مدربين اصلا. كل الشغل مع العديد. ايهاب جلال حالة خاصة. اه. ايهاب جلال حالة خاصة جدا. عشان حاجة تاني. اه. يعني اخويا ايهاب دعم قصة مختلفة خالص. اه. فالقصة في الاخر كمان ان ان بيحصل حاجة عجيبة جدا. تسعين في المية من العروض اللي تيجي الاهاب بتيجي الاهاب بعيد عني. والله. وهو يبعث للناس. اه. ان هو ما بيتفوتش. مش. فخالص هو فاهم ان في الاخر هو كمدير فني ما ينفعش يقول انا عايز خمسمية ولا تلتمية لا ويعدي مش طبيع. مش بتاعة. زي زي لعب هو فاهم ده ودي ثقافة مهمة جدا. لان هو مختلف في كل. في واحد تاني مش عايز يعمل كده عايز يتفاوض هو عشان ما يدفعش العشرة في المية مسلا. ميش. دي خاصة تانية. ميش. ومش فاهم ان الطبيعي ان الانسان ما يتفاوضش لنفسه. اه. اي انسان عاقل ما يتفاوضش لنفسه ابدا. ميش. عشان يبقى عنده حاكتين واحد واحد ياخد الصدمة. اه. ويبقى عنده فرصة للتفكير. ميش. لكن لو انا قاعد انا وانت بنتفاوض كده وانا صاحب قرار. مم. وامتواخد القرار. مم. ممكن اخد قرار غلط. صح. لكن لو خليت واحد يكلمك شوية وانا قاعد برا بفكر. هاخد وقت في التفاوض مهم جدا انك تجيب واحد يتفاوض لك. فاهاب فاهم كده. فمش انا اللي بروح ارشحه للاندية. فيه. هو شغله بيخلي الناس تكلمه بس خلاص بعد شوية الناس عرفت. اه. ان اهاب مش هيعمل حاجة مغير تامر فابتدت ايه? تتصل بتامر دايركت بقى. فيه. لكن مش انا اللي بجاب له طيب خلينا نطلع الفاصل ريس عندنا كلام تاني كتير نقوله مع ضيفي النهارده كابتن تامر نحاس واحد من اهم وكلاء اللعبين في مصر هنتكلم معه في ملفات تانية كتير. انا اسمع راومي صوري ونرجع نكمل. خليكم معنا. انتو لسه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم افقام. ونجوم افقام تي في. انا قدامي تقريبا ست سبعة دقائق كده ونختم فخلينا بقى ملفات سريع جدا. محمد ابراهيم كان قريب من الاهلي? اه محمد ابراهيم كان قريب انا. ايه اللي حصل عشان ما يروحش الاهلي? حاجتين ملخصهم يعني ان النادي مصر المخصة اه بتعمل في بيع محمد ابراهيم بمنطق مختلف شوية عن الظروف اللي هم كانوا فيها. اه. الناس ما معاش فلوس. اه. عارف انت اللي هو علي بيه ماذر. اه. معوش فلوس وطلب رقم كبير في العيب لسهل وسنة وهيمسي. اه. كانوا الموضوع شوية. خلت الموضوع يطول شوية. اه. والنقطة التانية اللي اعطلت الموضوع ان محمد ابراهيم كان ماسك العصاية من نص فقط. اوكي. كان اه مارداش يقول كلام واضح وصريح ان انا عايز النادي الاهلي كان بيقولها لي بس ما اطلعش اقالها للناس بتوع المخص. عشان كان من جمهور الزمالك مسلا? لا 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 لا. كان في برامز موجودة يعني كان مستني حاجة برا يعني كان موسطا حالو شوية. اه. فلما اخد القرار بالاهلي كان بقى حظ الوحش فيلر مشي وآآ. كان فيلر لطربه? اه. ومسلمان يجيه فما حصل طرق بقى. اوكي. فالسبب بين دول ان المقصة طلبت كان مسلا لو مسلا تمانية مليون كان خلص على طول. عشرة مليون كان خلص. اه. لكن تلاتين. مش مانتين. بيستنى بقى لما ننزل للعشرة هنخل لنا شهر. خلال الشهر ده يا محمد قول انك عايز الاهلي وقفلها. فيقول انا عايز الاهلي. طب يبني يقول. بالزلطة عشان تسهل القصة. عادر هقول. اه. ما يقول شو كان وكيله اه سيد سالم. سيد محمد. سيد سالم محمد سالم. نعم الجميل دكتور جميل. اه. فبرضو احنا قلنا وكان هو اللي بيقول عنه فالموضوعات خدت وقت. فلما خلاص قال كانت حصل التغيير اللي بقول لك عليها دي للأسف يعني. طهر. كان شايف انك المهم يروح. يعني بردع. ليه? لا موهبة مختلفة. اه. محمد ابراهيم موهبة فعلا مختلفة. اه. يعني بالزاد كمان ان هو تطور جدا 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 مع ايهاب جلال. صح. ودي يعني ايهاب بقى ايه ما تيجي تكلم على مدرب عشر صفات. اه في ناس بتبقى عندهم الصفات دي تلاتة جمدين جدا. اه. اتنين تعبنين وخمسة وعشرين. اه. او العكس او خمسة كويسي. اه اهاب جلال هتاخد اي اي برامتر من دول. ان شاء الله يتفوق على اي حد. عشان كده هو مختلف. هو مكان التانية. هو كان الناس اللي اشتغلت معه التطور كبير. جدا. منهم محمد كان فعلا يبقى مناسب ان هو يروح وانا شايف ان هو اضافة كبيرة لسيراميكا ويمكن سيراميكا اخر تلات نشاط اللي محمد كان عنده اصابة فيه وما لعبش. حصل لهم سن دروب فني بعدم موجود محمد. طاهر هو اللاعبي الوحيد اللي رفض بيرامتز عشان الاهلي. اه. صح كده? اه. ومكانش لسه فيه اهلي. كانش فيه اهلي. كان فيه بس. اه. ووالده قال ان انا يعني انقص المالية هم يعني ماليا. هم كويسين. هم ولا الناس اوي يعني اه. وناس كويسين. اه. كده وفهمهم هو اهلاوي جدا الاب وابنه. وكان حدث في الماولين يا الاحتراف. يا الاهلي. بالضبط كده. اه. فلما جيب بيرامتز وكان فيها كلام وكان في رقم هيتحط كبير وفعلا وانا قلت بس ما قلش اسمه لان انا ما كدش وكيله. اه. فقلت فيه واحد رفض بيرامتز. اه. ما اتكلمش اصلا يعني الرقم كان هيبقى. كبير اهو. كبير. طبعا كان ساعتها التمانية والتسعة والعشر في الدفع. صح. في السنة. وكان رقم خيالي يعني. زعل زعل جمهور الاهلي من انتقال رمضان صبحي لبيرامتز منطقي? طبعا منطقي السبب يعني انت برضو ما تكلم على المشجع والنادي الاهلي كان آآ رمضان بيواخده عشان يعمل براند. اه. في ساعات كده بيجي واحد تحس انه تقدر تعمل بيه براند. فيه. بذات ان الفترة اللي رجع فاقعار قبل الاصابة كان كان هو تعتبر احد اهم الاسباب المنتخب الونبي دي كان يعني بعدها اصابة ما لعبش بس قبلها كان فعلا هو عامل مهم جدا في فوز النادي الاهلي في حاجات كتيرة جدا. صح. فكان بيتبني عليه كده. وانا شايف ان بس القصة في اخراج المشيان. اه. الاخراج نفسه هو اللي كان سيء جدا اساء جدا لكل الاطراف. لكن انت في الاخر لما لما نتكلم على ارقام ما بكلمش على عقيمة عقد بس. عشان بس الناس تبقى فهمة الموضوع جبنين. ايه في الاخر انا ممكن احط هدف اقول والله انا عايز اه فلوس وتاريخ. ام. وواحد تاني يقول والله انا شفت لعيبة كتيرة جدا بعد ما عملوا تاريخ يعني مش لقين ياكلوا. ام. فانت ما اعذر اي حد بيتحرك فقولك لا والله الهدف ممكن يبقى مالي وده حقه. صح. فما بيجي يفكر فيه ممكن تقولي والله عشرة ولا خمستاشر. ام. فهقولك الخمسة دول مش شرق مش فرق كبير. طبعا. ده سبعة ضعف ونص. طبعا. لكن العشرة والخمستاشر ده خمسين في الماء زيادة مش مهم. ان الرقم نفسه كبير. لكن لو انا مسلا العشرين عندك. وهي عشرين الناحية التانية. بس همسك في ايدي سبعين. اتا هاروح فين. في حاجات. ما يبقى. عبدالله السعيد اللي ماضى لزا مالك. كنت انا قلت مش هيمضي وكتب. بعدين عرفت انه ماضى. فعبدالله السعيد تحط قدامه الفين روز ما امتنات. انا بقولك رقم مهائي. الفين. لا انا الرقم صحيح. الفين متنات. ماشي. ده الرقم اللي اتحط. اربعين مليون جنيه. فنعم مين ما يمضيش. طبعا. وبعدين ما. خلي بالك ممكن اجا اعمل ايه? اديك شيك. ورقة. او اديك ايه? تحويل. كان زمان في التفاوض يعملوا ايه? الاندية. بس زمان اعمل خمسين الف والتلاتين الف. في يوم جاي بالفلوس وبعدين يقوم بتلحها قدامك كده. فاللعب قاعد. انا كنت مضيت اتنين لعيبا للمصري. كان عبدالسلام نجاح وهاني وهاني سعيد. اه. من الحرس. اه. فكت انا وسيط. كنت انا الوكيل بتاعها مكنموضف الزمالك وبعدين هيروح المصري. فهيجو بقى تاني يوم. وكت قاعد مع امستر كامل ابو علي رجل جميل يعني. فقلت له ايه بكرة احنا هجيب الولاد. انا عايزك تجيبلي الفلوس كاش. ام. مش عايز ورقة. ام. يعني. انا عارف. انا عارف. بتحرك كبه. ايه كنا يوم صيف والودي تسوى اه عنده عدرات كده ودراعه. كان يكروس الكمة عالي كده. مايش. فشي المليون تعمل لها مسلا خمسين روز ما امتنات. مايش. فمحطوطين في كيس اسود ناسف كده فالولد ماسك الاتنين ومعدي بهم كده فعروقه يعني طلع كده. فاحنا عادي كان علي سعيد وعمل سلام ايه? انت بستان نقرة في الوقت ام عدي كده فاييه عنهم كده. وراء اروح حاجة. ماضيين اقرا انت كبتن وايه. عايزين يشيلوا الايه? ايه? كان سعيد رقم خيالي انك تمسك مليون جنيه. اسم المليون. مقدم عقد. كانش في كده. اه. يعني كان العقد مسلا كنا عاملين سبعمائة امنمية. اه. يعني رقم ودد وكان رقم كبير جدد. بس هاخد مليون مقدم. اه. يعني هاخد السنة ونص كان سبعمائة امنمية وهاخد مليون في ايدي ونص عالشهور. اه. فمليون لما تشوفه وشايفه رزم. يعني بص كان. قرارك هيضغل. بص بتشوف منك اربعين وخمسين وسبعين. خلاص بقى انت بتبتلي تقول خلاص انا عشان كده اخلي بالك برضو. عبدالله ليه يعني ما زال لحد دلوقتي يعمل كده تمسي ويعمل كده تمسي ليه? ليه بقى? نفسيا المصيد اللي. خلاص. انا مستريح. يحصل يحصل. خلاص. فهيلعب كويس. يعني هيعمل البص هيروح كويس. اسهل صفقة في حياتك كان ايه? اسهل. كده. خلصت كده. حاجة كبيرة يعني وخلصت كده. اه. اه. هو بص كان فيه مش سهلة بس كان يعني ترتبها كان كان عجيب شوية. كان آآ السلية. اه. ترتبها كان عجيب شوية. هيكون هنبيعه للاسماعيلي. ماشي. من الاسماعيلي للاهلي. ماشي. وبعدين كان السيد محمد ابوهاب فرح شوية فهطلع صرح. ماشي. احنا هناخد عمر السلية. ماشي. فالاستماعيليات قلبت. اه. اه. حاجة محمد ابو السعود مرضاش. ماشي. فايه فقمنا خلاص ربنا كرامني بقى ساعتها كابتن طرق العشري مسك اه الشعب الاماراتي. اه. وكلمني وقال لنا عايز عمر السلية. ماشي. فانا انا معايا اه اه يعني اقدر نخش الامارات دخلت الامارات على طول كده وامت ايه كنا بالليل مساة ساعة تمانية فمحمد ابو السعود كان في الامارات. فشفت طيارة الساعة اتناشر ومتحاجز ومسافر ساعة عشر الصبح كنت مخلص مع الشعب وماضي ورجعت تاني يوم خدت عمره ومخلصين والصفقة خلصت في اتناشر ساعة. اتناشر ساعة بس اه. من مصر للامارات. اوكي. يعني اتكلمت مع الحاجة محمد وكلمت الشعب وانا في التليفون وانا سفرت. ماشي. خدت الاوراق وختمت مع الحاجة محمد في الامارات كانوا عنده مكتب بيت في الامارات وكده. ماشي. وروحت الشعب مضيت وعملت وقمت راجع لعمر بالعقود مضينا وقمنا عاملين التأشيرات. وانت بتعمل بقى في الاتناشر ساعة دولة عارف انها محطة للاهلي. لما ما كون. بص هقولك حاجة. كنت انا للامانة اي للاهلي كده. ماشي. ان شاء الله ما يسافر ان ايه. هتبقى الدنيا اسح. لو فيه سهول في الرجوع. ماشي. لكن انا كنفسي ما ارجعش. احنا كنا عاملين اه الرقم كان مليون وامتين. مم. اسماعيلي خد مسلا تمنمية وعمر. ربعمية. وكنا سنة واحدة. ماشي. تخيل انت لو عمر كمل السنة اللي بعدها كان المليون وامتين كلهم هياخدهم هو. طبعا. فانا كان نفسي ما ارجعش. اه. بس طبعا هو جيل حد يناير. الامور ما مشتش فاييه. رجع. رجعناه وتنازل هو عن خمسين الف دولار ورجع على الاهلي. فكان ايه اتناشر ساعة انت مش بتخيل يعني بتتخلص اهلي بازو الموضوع فجأة الظهر كان ماضي في بس ده ترتيب رباني يعني. لا لا ما عملش حاجة بقول ورئيس النادي اسماعيلي في الامارات. ايه. فهي ترتيب رباني. اه. وعلى فكرة الفيلا بتاعته في حتة اسمها مرد في كده بينها وبين الشرق نص ساعة ما كان يعني حتى ما روحت خلصت. احس ان الموضوع كان متسهل يعني. ربنا كان مسهلها خالص. كابتن تامر انا بشكرة جدا عموجودك معي النهار ده نورتيني وطبعا نحن عندنا حكايات كتيرة جدا دايما ما بنتقابل. يا في حكايات اكتر من اللي احنا طرحناها. فدايما اه بتنورني ونعمل جزء تاني بقى من الحلقة دي لانه في حاجات كتير اوه. مشكرك شكرا جزيلا كابتن تامر بان انا كل التوفيق في حياتك واحد من الناس المحترمة. واشرفتيني نهار ده في الاسطور. يسعد معك دايما ربنا يوفق. ربنا خلي كابتن تامر نحاس واحد من اهم وكلاء اللاعبين في مصر كان ضيفين نهار ده. ليلة نصر مبروك. ستي تيشرت بي اس جي. بعدت الاجابة وهنكلمك عشان نتوصل معك عن طريق بقى التليفون. تيجي تستلمي التيشرت بتاع بي اس جي الاتنين اللي جاي. بشكر حضراتكم جدا. بعد سوائن يتبقى معاكم صار النجار وحلقة جديدة من الكتالوج. خليكوا دايما على النجوم افاق. سابقوا مع اخر اغنية. ونرجع يوم الاتنين اللي جاي قبل دلوقتي بشوية معكم على الهوى فلستاد على نجوم افاقام ونجوم افاقام تيفي.